مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا سطع نجم الغاز في أروقة السياسة والاقتصاد وأصبح ملفا حاضرا يتهم البعض موسكو باستعماله للابتزاز السياسي وخاصة مع سعي الاتحاد الأوروبي لخفض اعتماد دوله الأعضاء على الطاقة الروسية كجزء من العقوبات المفروضة عليها وبعد قرار روسيا قطع امدادات الغاز عن بولندا وبولغاريا اتسعت أزمة الغاز واثار القرار مخاوفة من حصول نقص في الامدادات ليس في أوروبا الشرقية والوسطى فحسب بل في القارة العجوز بأسرها صحيفة ساندي تايمز البريطانية سلطت الضوء على القلق الأوروبي المتصاعد مع عزم روسيا غلق أنابيب ضخ الغاز لأوروبا من أجل ما قالت إنها إصلاحات دورية لعشرة أيام ومع الاعتماد الكبير لألمانيا على الغاز الروسي حيث تستورد 65% من غازها من روسيا والنسب الكبيرة المتعلقة بالتشيك والسلوفاكيا والمجر وغيرها من الدول حيث تستورد بين 85% و100% من الغاز الروسي يتفاقم القلق من احتمالية ركود بنسبة 40% ناجم عن نقص الغاز في هذا الشتاء في أوروبا ومن مشكلات كبيرة فيما يتعلق بالتدفئة وأدى خفض الإمداد عبر نوردستريم ون إلى ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية والتي قال المحللون أنها قد ترتفع أكثر إذا لم يعد التدفق المعتاد بعد الصيانة التي من المقرر أن تنتهي في الحادي والعشرين من تموج الحال ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027 وبدأ في البحث عن بدائل مثل زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال العالمي في حين لجأت واشنطن إلى طلب مساعدة من بعض دول الخليج العربي للمساعدة في سد ثغرة النقص الأوروبية ومن المؤكد أن الزعيم الروسي غاضب من الحديث عن مزيد من العقوبات على صدرات النفط محذرا من عواقب وخيمة على سوق الطاقة العالمي إذا مضى الغرب قدما في خطته للحد من السعر الذي تتلقاه بلاده مقابل خامها